اشتركوا في القناة في إطار الحرص على تعزيز التعاون المشترك وتبادل التجارب والمشاريع والمبادرات الإسكانية الناجحة بما ينعكس على تعزيز وإثراء الخطط السياسات الإسكانية مشيرة إلى أن القاسم المشترك في مشاركات دول مجلس التعاون بصفة خاصة في مثل هذه المعارض والمؤتمرات المهمة هو استعراض السياسات والخطط الإسكانية القائمة على إشراك القطاع الخاص في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين منوهة بأن مملكة البحرين تحرص من خلال مشاركتها في معرض سلسكيب الرياض على استعراض فرص المشاركة في تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية والتي تعمل الوزارة على التوسع في توفيرها في مختلف محافظات المملكة وأكدت سعادتها أن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص تعد السبيل نحو استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين على المدى البعيد وتقليص المدد الزمنية للاستفادة من الخدمة الإسكانية